بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم بفضل الله تعالى منحت أكاديمية البحث العلمي بالقاهرة السيدة الدكتور المهندس رجاء ترك براءة اختراع في العشرين من شهر فبراير عام 2011 بتسلسل رقمي 28669 وذلك عن فكرة علمية رائدة في حماية الإنسان من جميع الكوارث الطبيعية فقد توصل الدكتور رجاء ترك إلى تصميم وتنفيذ كرسي مصنع من عدة أنواع من الفايبر يتحول إلى كبسولة بيضاوية الشكل في جزء من الثانية عند حدوث الخطر إيمانا بأن الشكل البيضاوي مبني على نظرية إنشائية ربانية تجعله يقاوم الضغوط وصدمات بشكل فائق من أجل حماية ما بداخله لذلك فالبيضة تعتبر رمز الحياة ورمز الحماية على الأرض وهذه الكبسولة تستطيع أن تحمي الإنسان من سقوط الطائرات أو تهدم المنشآت أو خطر الحريق أو غلق السفن بل هي قادرة على الحماية حتى مع أسوأ الكوارث كالإنفجار المفاجئ لطائرات الركاب فعند لحظة الإنفجار يتغير الضغط الجوي داخل الطائرة في هذه اللحظة وفي أقل من الثانية يغلق الكرسي تلقائيا ويتحول إلى كبسولة جدارها يتكون من عدة أنواع من الفايبر لمقاومة ضغط انفجار الطائرة والصدمات ومقاومة النيران الناتجة من مقود الطائرة وفور خروج هذه الكبسولات من الطائرة تتناثر في الجو وتخرج من أعناها مظلة تهبط بأمان كامل بالراكبة وفور تلامسها للأرض أو البحر تتخلص من المظلة وتفتح أوتوماتيكيا وفي حالة البحر يخرج من أسفلها وسادة هوائية تحتفظ بالكبسولة عائمة في وضع رأسي مع الأخذ في الاعتبار أن الكبسولة تحتوي بداخلها على وسائل إعاشة وأكسجن تكفي لمدة خمسة أيام وشمطة إسعاف كاملة بالإضافة إلى مونيتور استرشادي مع وجود وسائل اتصال واستغاثة إلكترونية توضح أماكن وجود الكبسولة عند سقوط الطائرة أو عند التواجد تحت الأنقاض في حالة الزلازل أو في البحر في حالة غرق السفينة شكرا